مؤسسة دولة وتقريباً أغلب المصاريف منتع النفقات الانتخابية ماشي المؤسسات منتع الدولة نعطيك مثال مؤسسة الجيش الوطني تقريب 17 مليار الداخلية تقريباً 9 مليارات المطبع الرسمية تقريباً أكثر من 5 مليارات الوزارة التربية كيف كيفة ما عنديش الرقم الإعلام العمومي تلفز الوطنية إذاعة وطنية تقريباً زادة رقم محترم أعضاء مكاتب الاقتراع اللي يشرفوا على مكاتب الاقتراع اللي هم أكثر من 50 ألف يوم الاقتراع وحدهم 20 مليار معناها هذي يراهي نفقات معروفة بقية الأخرى تفاصيل بتاع الشراءات بتاع صنادق وإلا خلوات وإلا حبر انتخابي مش مش تكون بالدرجة هذي هذي كتخضع لمنطقة متاع ارتفاع الأسعار ومنطقة السوق والترفيع في الأجور وإلى آخره هذي هي النفقات هذي كعليش إحنا روهية الانتخابات عادة في النقاش متاع المجانية إذا تطلبوا تاخدوا عليش على خاطر تكون مبنية على أمور واقعية ومنطقة الانتخابات الجاية بشتتكلف علينا 190 مليون دينار المسارات كلها بتجميع المسارات لكن ري ما زالت في النقاش صلبة من جسل المبشعب يوم 6 ديسمبر توحدد مزالت في النقاش بسفة الهائية عن طريق المصادقة قلت نظريا ممكن يكون فهم انتخابات بلدية ما عندكمش فكرة فهم انتخابات بلدية ولا لي أو عليش لأنه هناك ضغط متع وقت متع روزنا ما احنا توا بالتمشي هذا تقريبا شقع ارساء المجلس الوطني الجهات والاقاليم في شهر أفريل أو شهر مي واختليهو بشقع ارساءه في شهر أفريل أو شهر مي تقريبا مباشرة باش نكونوا أمام وضعية الانتخابات الرئاسية ليهو يصعب وانه توقع مجارات زوز مسارات مع بعضها الانتخابات الرئاسية وقتش بش تكون في موعدة في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية اللي هي أكتوبر نوفمبر ديسمبر واشنختار واحنا الموعد 2014 وهو كذلك في نفس الموعد الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2014 وهو كذلك المدة الرئاسية لتوفى 2024 خطر برشة أحديث إتقال هل يمكن بشيكون فما تأخير لانتخابات الرئاسية؟ يعني أصبحت من الانتخابات الدورية المعلومة بصفة مسبقة وعننا قانون انتخابي 2014 الباب من الانتخابات الرئاسية لم يقع لا تنقيحه ولا إلغاؤه لا زال سري المفعول شرطين فقط يقع تنقيح الشرط المتعلق بالجنسية وشرط المتعلق بالسن من 35 أصبحت 40 سنة فقط واضح اليوم نحكي على المجالس هذه الكل الخوف عند برشة وينسا من اللي يرجعون العروشية والقبالية وعرش فلان وعرش فلتان ورجعنا نحكي على الأقاليم وبدأ الحديث يكثر هل فما ولايات نخاف أكثر منها من الموضوع هذي؟ كيفيش انتو متعاملتو مع الوضع وحسب الترشحات من شنو النجم ونخافو سيمو حمد منصري ونفكر وانتو الناتق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحب نوضح حاجة أقبل كل شيء كان لحظت توجهت اتهامات للهيئة وان هي تقسم في البلاد ايه؟ صحيح هذي نسمع فيه صحيح؟ هيئة مكلفة بمهم ايه تمشكون هنا هيئة مكلفة هيئة مشرفة هيئة معينة إلى خيرية احنا ما عنيش مشكلة في حين وان هي الهيئة متاع الدولة التونسية بخبرتها تقريبا من 2011 قبل حتى كانت بمرسوم هيئة عليا مستقلة للانتخابات تغيرت التركيبات لكن كان مؤسسة هذه كمؤسسة متاع الدولة اصبحت لها ميناء الخبرة وان تعمل انتخابات في كل مكان وكل زمان هذا اولا اثنين في منذ صدور الامر وقبل حتى من صدور الامر كانت عنا التقسيم الاداري التونسي المتعارف عليه التقليدي اللي هو التقسيم بتاع البلاد التونسية إلى عمادات معتمديات فوليات احنا وقت لي مش احنا ليقسمنا احنا جمعنا مؤسسات الدولة لأعطاء الصبغة الرسمية لهذا التقسيم الاداري عنا 1985 عمادة كانت تقبل التقسيم امتاحها تقسيم افتراضي جنوبا كذا جنوبا شرقا دارفلان شمالا نواد من عرشنوة اصبحت الان اعطيناها الصبغة الرسمية بجي بي اس فقط مؤسسات امتاع دولة احنا جمعناهم وزار الداخلية دونقايس الاراضي مركز الشعارة عن بعد الى اخيره قاموا بعملية رسمية بعلمية اصبحت الان مزدنا له لميترو ناقصنا ميترو التقسيم الاداري الموجود اعطاها الصبغة الرسمية بقرارات ادارية صادرت في الريد الرسمي الاكثر والاقل التقسيم الاداري تونسي اصبحت له صبغة رسمية من الاستقلال ما عناش خريطة متاع ايمادات في تونس حتى العمدة كي شد جديد ما يعرفش حتى الحدود متاعه وين انا من شمال ويد انا من الجنوب دارفلان هكاك الفين وخمسة وثمانين عماده عطيناها الصبغة الرسمية العلمية توها حتى بالتليفون والعمدة ينجي ما يعرف الحدود بتاع العماده متاعه الحدود الرسمية راهم لو زدنا ميترو ناقصنا ميترو هذا كهو التقسيم الاداري معناها ما عنده حتى علاقة بعروشية وبتقسيم وإلى خيره المواطر كي يمشي هربه وعشرية باش يصوت باش يصوت على عماده انتاعه اللي هو يعرفها من قبل موجودة حونته أهله عرشه موجودة هذه صحيح شفت انت قلتها موجودة انت بيدك توقلت ويعرف عرشه سبحان الله موجودة في المخيلة موجودة في العقلية موجودة في التقسيم هي موجودة معناها هذا مش معناها التكريس بتاعه روشية تقسيم إداري اللي ربما تنظيم العملية بتاع التواصل بتاع الأعمال الإدارية بتاعه وثم تقسيم انتخابي عم أنه احنا صحيح علاش تقسيم انتخابي جان المرسوم نص وأني الهيئة راه مطالبة وأني كل معتمدية يزمها تتكون أقل شيء من خمسة عمادات من خمسة دوائر انتخابية ثم معتمديات فيها أقل من خمسة عمادات يزمنا نحن نزيدوها دايرة انتخابية جانا العمادات قسمناها تقسيم انتخابي مش إداري زدناها مسامعين دايرة ما كمش خايفين ما لعروش شيء لا ما عنده حتى علاقة تقسيم إداري تقليدي لبلد تونسية نمشو به من الاستقلال معناها مسألة عادية هالتقسيم ماذا؟ والانتخابات متع نهار 24 ديسمبر بش نمشي وننتخبه في نفس المكاتب اللي انتخبنا فيهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية وإلا لأنه تود تقسيم على مستوى العمادة مش المعتمدية بش نمشي ولمكاتب أخرى خاترينا را وينسكنينا وينداري وين المكتب ما هوش نفس العمادة فهمتوا سؤالي سيمو حامتي ليم نصري ومام سيفا ما نهجروا بناتنا همانيش نفس العمادة انت مطالبة مدام سمحت عمل اتوال 195 اتوال تثبت فيه أنا عمادة تابعتها اعت نجم تكون لتبدل وتختار مركز الاقتراع اللي تابع عمادة ما تمشيوش للقديم تحيين عطينيها شهرين لكن هذا راهو لن يغير في عدد مراكز ومكاتب الاقتراع هما بيدوا هما بيدوا فقط الورقة تتبدل اللي بش ناخوها حسب العمادة اللي نفيها الورقة متاعش نوع الورقة متاع الانتخاب لا انتي عندك عمادتك وين انتي مسجلة اي لم تتغير اينا المعتمدية انا مسجلة فيها انتو مقبل تسجلون توليوا معاوتوا وسجلتوا ايه توليوا وين العمادة باش تختار المركز اللي هو تابع العمادة بتاعك ثم مسألة مهمة اخر انو الافكار تجيب الامور المهمة ياسوخ خنسلو حتى الناس قعدة تسأل واللي هي ضمانة اخرى من الضمانات ايوه المترشح توا عنا 95% من الدوار الانتخابية فيهم اقل من اربعة مراكز اقتراع مش مكاتب مراكز اقتراع يعني مدارس ابتدائية شو معناها معناها رو المترشح توا سهل عليه وانه يعمل اربعة ممثلين يرقبولوا عملية الفرز متاعه كان قبله ربما يطلب الامر الالاف على حسب عدد المكاتب على خاطر اقبله على مستوى ولاية جاوي معناها مطالبا يوفر حدشن الف مترشح ممثل لها باش يرقبوا عملية الفرز توا الدائرة ضيقة في اربعة مراكز ينجم يعمل ممثلين يرقبوا عملية الفرز وهي ضمانة اخرى من الضمانات متاع النتيش الضمانات اللي هو كذلك المجتمع المدني واللي هو المراقبين المحليين والمراقبين الدوليين اتصلتوا بهم بش يكونوا موجودين ولا ليه في العملية هذية الكل هل كان فما تواصل واتصال بالجمعيات اللي زادت كذلك خدمة برشة والمجتمع المدني اللي كان برشة موجود في المراحل الانتخابية السابقة والليسي محمد كليم ناصر هو في الواقع الهيئة منذ سنة 2000 خاتر مغشين عليكم شوي اللي ما تغشش اشتراهون ميحبش التعامل مع الهيئة اللي هو ماخذ موقف مع الهيئة احنا سمعنا شكون حتى من الجمعيات حتى اللي تلاحظ الانتخابات حتى على مستوى التسمية مش مستعرفين بالهيئة هيئة المكلفة الهيئة المشرفة معناها التسمية هذية الهيئة ليس بتاعنا احنا بتاع الاعضاء الهيئة بتاع الدولة وهذه حقيقة راي التركيبات اكشفتها بيك يوم يتغشوا عليكم انتو ما تفرزوهم لا 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 ما فرزناش بالنسبة لنا احنا اي لم تتغير استراتيجية اعطينا اكثر من 1800 اعتماد كل من طلب الاعتماد اخذه والناس كلها تلاحظ سواء ملاحظين دوليين ولا ملاحظين محليين بدون استثناء صحفيين اعلاميين مجتمع مدني بيأصنافهم لم تتغير المنهجية بتاع الهيئة بالعكس احنا هذه اكبر ضمانة لقبول النتيج بي راقبوا التحيين وراقبوا الترشحات وعملوا ندواتهم الصحفية وعملوا تقاريرهم لكن الان حبا فرق من حاجتي ايوة خالش نحكيو على هيكازة ده كي تنقذ الهيئة ثم فرق عادة النقط شو معناها نقط نقط ساعة انت تعطي شنية الإيجابيات اللي اتعاملت ثم بعد تعطي السلبيات وكي تنقط تنقط أعمال الهيئة تجي انتي على مستوى المسار الانتخابي الهيئة راي قصرت في التكوين راي قصرت في التحيين راي اعوان ما كانوش برشة اما مش تعطي انتي تصطف في إطار متاعها وأنك عندك موقف سياسي ولا موقف من الهيئة ولا إلى آخرية هذا هو غير مسموح به في الواقع انتي تراقبني شمال يا غير مسموح به تقول لي انتي اليوم احنا الهيئة لن نقبل بأي موقف في استفاف ضد الهيئة من المجتمع المدني بتبعت حال كيفاش ما تقبلوش معناها على خاطر هذية الناس هذية المصطفة ما يدخلش في أعمال متاع الملاحظة الجمعيات هذية ما يدخلش في أعمال الملاحظة هذية الانتخابية انت تراقب في انت تلاحظ في مسار انتخابي على مستوى التخمي الفني ايه بيجتملعوهم من ملاحظة الانتخابات مثلا يستحيل ما نمنعوش ما لك فيش ما تقبلوش لكن اذا لاحظنا لأنه حتى بالقانون حتى بالقارة الترتيبية اذا كان هناك قول او فعل من شأنه ارباك المسار وفيه توجه متاع استفاف وعمل سياسي من حقنا نسحبوا الاعتماد اه شو نقاش سيكون هناك سحب اعتماد في الحالة هذه هم ممصححين على مدونات السلوك وثم قانون انت تراقب ولا تلاحظ المسار الانتخابي في جمهور بالتقنية الفنية هذاك هو شو المسموح به لكن هذا مش معناها لو عنا مشكلة معنا المجتمع المدني بتاتا تسحب الاعتماد لم نسحب اي اعتماد الهيئة تسحب وإلى وإلى تشكي مثلا القضاء انتم معندكم الالية تسحب الاعتماد اي عن الالية لكن احنا لن نسمح بسحب الاعتماد ولم نمنع اي اعتماد طالما وانه هناك احترام للقانون ومدونات السلوك فقط مراقبين محليين او كذلك مراقبين دوليين هو من المستحسن مدام سامح وانه نتحدث على ملاحظين ملاحظين عبارة المراقبة هي مايش موجودة في الواقع خاطر المراقبة تعني واني دولة ما عندهش سيادة جاشكون معناها باش يوجهها اي كيفاش تعمل انتخابات اي شي راقب لكن الملاحظ انا اراقبك انا اراقبك انا اراقبك فيك انت تتكلم ملاحظين ملاحظين فقط محليين ودوليين كما تعودنا وضيوف اين الهيكة من كل هذا الهيكة مازال المشكل قائم والقطيعة مازال قائمة وقع فض هذا النزاع نهائيا بمقتضى القانون اصبح الاختصاص مطلق للهيئة في رقابة التغطية الاعلامية على مستوى الاتصال السمعي البصري اي هو اختصاص مطلق على الهيئة يعني القرار اللي كان قبل يسمى بقرار ترتيبي القرار المشترك مبينة والليكة اصبحت من اختصاص المطلق للهيئة وهذا صار في انتخابة تشريعية وتوازد نفس التمشي اللي هي الهيئة مش معناها راهو مساس باختصاصها العام فقط في الفترة 21 يوم في رقابة الانتخابية فقط اختصاص العام انتم مر